الرجل من ساعتها فص ملح وداب كأنه كان كلام قوانطة مش كلام رجالة ما أنا قلتلك حصل له ظروف فقال نأجل شوي أيوة إيه الظروف دي؟ أنا ما بتدخلش في خصوصياته هو قال عندي ظروف أنا ما سألتش وانتي بقى بتقابليه وتعرفي ظروفه فين وإمتى من هنا وراح لفين زول معاه ولا كلام لحد ما الموضوع ايتام وتفاهمي كده إخواتك مش جوزك ورديات عشان تخرج وتدخلي معاه من وراهم لا من وراك ولا من قدامك أنا مش عائلة صغيرة يتضحك عليها ولا هو راجل ناقص يتخاف منه يا بنت أنا بحززك عليه بالك أنت كل ما تتقلع عليه أكتر كل ما يجيلك جاري جارة يا نعمات هو أنا اللي أفهمك حركات النسوان دي؟ أنا مش عايز أعمل حركات نسوان أنا عايز أتجوزه بس أتجوزه في النور قدام كل الناس من غلّة كلاكيع ولا كلام ما لوش لازمة يا منصور وفيه يا نعمات ما ترسيني كده على الموضوع الأختي ما تخلينيش عامل زلطرش في الزفة مفيش يا خوي أنا بفطفض معاك بتكلم أنا خايفة يجي على الراجل يوم يندم وياخدها من قصرها ويمشي لا استاهدي بالله بس ده أنا قلت الراجل هو اللي عاوز يرجع في كلامه تطلع أنت اللي بتفكري شوفها نعمات أنا مش هفكرك بظروفك اللي أنت عارفاها أنا بس أقولك إن اللي تجي له النعمة الحد عنده ويرفزها ربنا عمره ما يباريك له أبدا طب لو النعمة دي حتيج على كرامته يا منصور ما فيش بين الراجل وجماعته كرامة واللي يشترينا نعمل له خدنا مداز مداز مداز